دور النساء في بناء المستقبل ونشر ثقافة السلم بين أطراف المجتمع نظمت رابطة معلات الأسر في مدينة روسو نشاطها التحسيسي المندرجة ضمن مشروع منهضة العنف والخطاب المتطرف وذلك في إطار الفعالية المخلدة للعيد الدولي للمرأة ويسعى هذا اللقاء إلى التعبئة والتحسيس حول خطورة ظاهرة العنف ضد المرأة وإخراجها من السر إلى العنن بهدف محاربتها والقضاء عليها من خلال خلق رأي عام مناهض ومندد بهذه الظاهرة المستشرية على نطاق واسع السيدة ماملي تراوري منسقة مشروع منهضة العنف ضد النساء أكدت في كلمة افتتاح هذا اللقاء التحسيسي ضرورة تحسين المرأة ضد العنف وانتهاك حقوقها وذلك بنشر الوعي بثقافة التسامح والتعلم من جهة وتعريف المرأة بحقوقها كاملة وأكدة أن هذا اللقاء محطة من سلسلة متتالية من الندوات واللقاءات التحسيسية لمحاربة العنف ضد المرأة وتضمن اللقاء عدة مداخلات وفقرات تحسيسية